موسيقى ازايكم النهاردة بنكمل رحلتنا في اعادة ابتكار انفسنا انا ما نزلتش كل مراحل اعادة الابتكار ورا بعض ورا بعض ورا بعض لان حسيت ان كل واحد فينا محتاج ياخد وقته علشان يعمل كل مرحلة ويعدي للمرحلة اللي بعدها لو كنت نزلتهم كلهم ورا بعض كنا سمعناهم والكلام دخل من هنا وخرج من هنا لكن لما نسمع وناخد وقتنا في ان الكلام داي think in ونفهمه ونشوفه ونحاول نطبقه في حياتنا اعتقد ان ده افيد المرحلة بقى المرادة هنتكلم عن ازاي نعمل منظومة الدعم اللي احنا محتاجينها لو تفتكروا في مرحلة من المراحل اللي هي مرحلة التطهير تخلصنا من كل الناس والاشياء والاشخاص اللي هتأثر بالسلب على عملية اعادة ابتكار انفسنا طيب بعد ما ماشينا الناس دي او عملنا حدود فاصلة في العلاقات بيننا وبينهم بعد ما تخلصنا من هذه الاشياء بعد ما ابتدينا نغرب الافكارنا ونشيل كده كل الافكار اللي فيها خوف اللي فيها تردد اللي فيها افكار سلبية ممكن تشدنا لورا هنعمل ايه هنسيب الدنيا فاضية كده لا لازم نملاح اعتقد لما عدينا بالمراحل السابقة اعتقد ان احنا دلوقتي في موقف صلب ان احنا عارفين احنا عايزين ايه وعايزين نبقى ايه وعايزين نعمل ايه في حياتنا بناء على كل المراحل اللي فاتت هنقدر نحدد ونقيم مين اللي احنا محتاجين ويكون في حياتنا ايه الحاجات اللي محتاجين تكون في حياتنا وايه الافكار الجديدة اللي احنا محتاجين نقويها ونقصلها ونغرزها في نفسنا كل ده اسمه منظومة الدعم السابورت سيستم اللي حوالينا اللي بيسندنا العكاكيز اللي بنمشي عليها لغاية ما نقدر نقف على رجلينا تعالوا نمسكهم حاجة حاجة هنبتدي بردو بابسط الحاجات الاشياء لو واحدة عايزة تبقى ست بيت شطرة وتبقى شطورة كده في البيت محتاجة ادوات محتاجة تختار الحاجات اللي بتشتريها وبتجهز بيها بيتها ومطبخها عشان تمكنها من انها تعمل الحاجات اللي هي عايزاها محتاجة تجيب بخخات معينة للأسطح المختلفة اللي عندها محتاجة تجيب مثلا مكنسة بقوة اكبر لان السجاجيت بتاعتها مثلا محتاجة حاجة اكبر اللي عايز يدرس حاجة محتاج كومبيوتر محتاج لابتوب يحافظ عليه يشوفه غرب الكده البرامج والبلاوي السودة اللي محطوطة على النابتوب بتاعك يا ترى الحاجات اللي على الجهاز بتاعك او على التليفون اغلبنا دلوقتي التليفون بيعمل عليه كل حاجة يا ترى ايه البرامج وايه الحاجات اللي محطوطة على اللابتوب او على السلفون اللي ممكن تساعدنا في حياتنا واللي هتساعدنا ان احنا نعيد ابتكار انفسنا وهتسندنا وتدعمنا ونستخدمها عشان نعمل حاجات معينة دي الاشياء الاشياء دي برضو ممكن تكونش عاملة الهدوم اللبس يا ترى في مرحلة التأنق لبست احسن ما عندك شفت ايه الهدوم اللي انت محتاج تجيبها نزلت في الاوكازيونات جبت الحاجات اللي انت محتاجها للمرحلة الجديدة لمعت جزمتك اهتميت بالهيجين بالنظافة بتاعتك كل الحاجات دي الحاجة التانية بقى الافكار الافكار جزء لا يتجزأ من منظومة الدعم انا كان فيه افكار معينة بتشديني الورا انا مش ممكن هنجح او انا انا كسلان انا ما بحبش التعب او اتعب ليه ما هون نتيجة مش صح او مش هتيجي زي ما ما انا نفسي النتيجة تكون من غرب الافكار دي وحط بدلها بقى الافكار اللي حتساعدنا انا خايف من الموضوع ده ايه الفكرة البديلة الموضوع ده صعب انا عارف انه صعب ولكن انا عندي القدرة ان انا افضل ورا الموضوع ده لغاية ما يتمه ويحصل انا زهقت من المذاكرة انا لقيتني يعني بعد ما ذكرت كتير قوي وصلت المرحلة انا زهقت من المذاكرة دي كانت فكرة سلبية في فترة من الفترات شدتني الورا لقيتني بفكر و بقول استني هنا ليه زهقتي من المذاكرة ليه بتتعاملي مع المذاكرة والقراية ليه بتتعاملي مع المذاكرة على انها بردن على انها حملة على انها عب شلت كلمة المذاكرة وحطيت بدلها كلمة التعلم لقيت ان كلمة المذاكرة فيها احساس سلبي بيشديني الورا شلتها وحطيت بدلها التعلم انا بقرأ عشان اتعلم انا بكتب ريسيرش عشان اقصل العلم اللي انا تعلمته انا بحل اسئلة عشان اشوف يا طرى انا فهمة ولا مش فهمة يا طرى تعلمته ولا ما تعلمتش شلت الكلمة اللي كانت بتدايقني اللي كانت بتحسسني بحمل وحطيت بدلها حاجة بترفعني بتحسسني ان ده كويس نيجي بقى للجزء الاهم كلهم مهمين لأ للجزء الثالث من منظومة الدعم وهو الناس كل واحد فينا محتاج منتورس محتاج ناس تديهم العلم تعلمهم تديهم الحكمة تنصحهم سيدة فاضلة اتجاوزت بدري قوي 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 زيها زي اي الستات جيلها جدتي اتجاوزت 13-15 سنة هي كمان اتجاوزت برضى تغيرها لما تجاوزت ما كانتش تعرف كل او تعلمت كل الحاجات اللي مفروض انها تكون تعلمتها عشان تفتح بيت وتدير بيت قلتلها عوالتي ايه قالتلي كان ليا جارة في عمر والدتي كانت بتحبيني قوي قالتلي بدل ما كنت بروح عند الجارة دية نحكي ونقعد نتكلم في سيرة دي وفي سيرة دي وفي سيرة دي وفي سيرة دي قالتلي كنت بروح لها بطلبات محددة كانت بتقول عليها ماما امه كذا يعني مش عايزة افسر اكثر من كده فماما امه فلان علميني ازاي اعمل كذا ماما امه فلان ازاي انضف الحاجة الفلانية ماما امه فلان ازاي اكوي امسان جودي ماما امه فلان علميني ماما امه فلان قوليلي ماما ام فلان الست دي لعبت في حياتها دور المعلم انا في فترة كبيرة جدا جدا من حياتي كان اللي بيقدم لي دعم كبير قوي كان جوز عن متي كان في عمري جدي وانا كنت صغيرة وتربيت عندهم في بيتهم وكنت احبا وتسأله في مرة من المرات عملت الموضوع ده وفي واحد من اصدقاء بابا زهق من الاسئلة بتاعتي بعت قررت ان هذا الشخص ما ينفعش انه يكون معلم لي لانه بيزهق من الاسئلة بتاعتي بيملم الاسئلة بتاعتي بيبص على الاسئلة بتاعتي انها نوع من قلة الادب نوع من اللماضة طب دا ليه طب دا ليه طب هو هنا قال ايه طب هو كنت احيانا بسأله في الكتب وبسأله في التفاسير اه ما فهمش دا لكن لقيت الشخص اللي كان بيسمع اللي انا بقوله ويقول لي ويحكي لي فكت يعني من اكتر الناس اللي انا كنت احب اروح ازورهم دوحدي واعد معايا واسمع منه وهو يقول لي وانا اقول له واسأله 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 في تفاصيل لو بيحكي لي قصة معينة اسأله في تفاصيلها عايز اتعلم ولقيت هذا المعلم كل واحد فينا نبص حواليه ممكن يكون حد في الشغل ممكن يكون حد في الحياة ممكن يكون حد في شغل قديم في مرحلة من المراحل كان فيه مديرة ادارة تانية غير الادارة اللي انا بشتغل فيها وكنت بحب اتكلم معاها فانا دي لبرتلي اتصحبت عليها وبقيت بخرج معاها واسمع منها واستمرت صداقتنا دي حتى بعد ما انا سبت الشركة دي ورحت شركة تانية كنت اسمع لها وهي كانت عارفة ان انا بحب اسمع لها واستفيد منها وكنت دايما اشكرها واقولها على فكرة مرسي جدا جدا انا حاولت اعمل بالنصيحة بتاعتك وعملت كذا وكذا وكذا والنتيجة كانت كذا بس ما نجحتش في كذا يعني انا متشكرة متشكرة للدعم متشكرة للنصيحة متشكرة للكلام الحلو كل واحد فينا نفسه انه يعلم حد ويتعلم من حد لو في حد قربنا له ولقنا مش بيعلمنا ما تزعلوش ما تتضيقوش ما تقولوش على هذا الشخص انه انه دا لقيم دا مش عايز يشارك علمه مش كل الناس هتشارك علمها كل الناس مش اي حد هيتقبل ان اي حد يجي يتعلم منه ربما يكون فيه اتنين موظفين لكن المدير لسبب ما متبني هذا الشخص وبيدي له المعلومات وبيعلمه والموظف التاني ما بيديهوش وما بيعلموش انا التيم بتاعي كان فيه عدد من البنات بنات وسيدات بس كلهم كان اغلبهم في العشرينات يعني من اول 27 سنة لغاية كانت اكبر واحدة عندها 35 سنة كلامي مع كل واحدة من دول كان مختلف في التيم بتاعي برضو كان فيه شباب وحتى كان فيه كمان ولاد في سنوي وشباب لسه خرجين جامعة ولسه كمان في الجامعة لان كل صيف كان بيجيني طلبة بيتدربوا معي فيه ناس كنت برتاح ان انا علمها وفيه ناس ما كنتش برتاح ان انا علمها فكان شغلي معاهم عبارة عن انا عايزة منك واحد اتنين تلاتة اربعة هو ده هتعملهولي هقيم ادائك على هذا الاساس وخلاص الموضوع انتهى لكن فيه ناس تانية كانت العلاقة الشخصية بيني وبينهم تركيبتي وتكوينتي الشخصية بتتوائم اكتر مع تركيبتهم واسلوبهم فكنت بعلمهم بديهم ومش ندمان على هذا راح حتى بعد ما خلصوا سابوني وراحوا شركة تانية مش مشكلة مش مشكلة اللي قصوده هنا ان لما تخبط باب على باب والباب ده ما يتفتحش ما تحجرش تفكيرك على الباب ده وبس لان فيه ابواب تانية خبط عليها من ضمن برضه منظومة الدعم هو التعلم بلا معلم يعني ايه اللي قصوده هنا التعلم مش من شخص معين لحم ودم موجود في حياتنا مدير زميل جار قريب عم خال ده تعلم من منتور من معلم حقيقي لكن فيه معلم افتراضي ويمكن دي مشهورة قوي دلوقتي في المجال بتاع الاي تي الناس اللي بتدرس اي تي ممكن يتعلموا كورسات كاملة والمعلم في الكورس دوه في الهند او في امريكا او في اي حتة واعلمه وعمل الفيديوهات وعمل التوتوريالز وعمل كل حاجة وتعلمه منه وهو اساسا عامل التوتوريال دي مثلا من سنتين تلاتة هو ده اللي اقصده التعلم بلا معلم او نعدلها شوية التعلم من المعلم الافتراضي اللي هو شخص مش موجود الشخص اللي في الفيديو ده ما يعرفنيش انا اللي انا بعمله دلوقتي كده انت او انت وانتو بتتفرجوا على هذا الفيديو وماشيين معايا خطوة بخطوة من اعادة الابتكار انا عندي ما يقرب من 4000 مشارك الفيديو مثلا اتفرج عليه 100 شخص هل الميت شخص دول كتبولي وقالولي احنا تعلمنا منك او كذا او كذا او كذا قليلين من 100 شخص فيه 6 بس هم اللي قرروا انهم يكتبوا تعليق يعرفوني انهم اتفرجوا على الفيديو وانهم اتعلموا منه حاجة او انهم يسألوا على حاجة زيادة لكن فيه اكتر من 100 شخص اتعلموا المعلم افتراضي اللي هو انا انا مش في نفسي نحيز معاكم ودي فرصة رائعة دلوقتي ان اي حد عايز يتعلم اي حاجة جوجل ويوتيوب بدل ما نقضي وقتنا في ان احنا نتفرج على كلام فاضي نتفرج على حاجة مفيدة على حاجة نافعة نتعلم يكون لها تأثير برضو الكتب ما تستهونوش بالكتب يا جماعة ما تستهونوش بالقرية لما يكون عندنا كتاب 250 صفحة وارناه مش هنطلع منه بفكرة حتى فكرة واحدة تحسن حياتنا لا اكيد اكيد هنطلع منه بافكار كتير انيس منصور مرة كان قال انا احسن لان انا اقرأ كتاب 3 مرات احسن من ان انا اقرأ 3 كتب كل كتاب مرة واحدة وصدقوني كلمة اكثر من رائعة انا في فترة من الفترات كنت الكتب اللي اقراها اوديها للشارتي اوديها لحد او اتخلى عنها دلوقتي بخليها شوية عشان الدنيا تبقى زحمة وكركيب كتير بخليها شوية لاني بحس ان انا ممكن ارجع للكتاب تاني ودلوقتي كمان جاتني فكرة ان انا اجيب الكتاب لاني بحب اقرأ من الكتب عشان ريا حانية شوية من السكرينز اللابتوب والموبايل واجيب منه كمان الناصخة الالكترونيك بحيث ان يبقى الكتاب نفسه كمان عندي بحيث ان انا اقراه هو فعليا وبعد ما قريته اروح ادور احيان كتير ابقى عارفة الفكرة وعارفة اني قارتها في الكتاب ده بس مش عارفة وصلها احيانا ابقى مش فاكرة اسم المؤلف ابقى بتكلم معاكم بقولكم على حاجة واسم المؤلف مش في دماغي وده مهم جدا لانه نوع من الشكر ان انا بشكر هذا المؤلف على المجهود الرهيب اللي هو عامله فبذكره لش ان انا بقول كلامه كده وانسيبه لنفسي زي ما ناس كتير قوي 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 بتعمل منهم اسامي كبيرة جدا جدا فعلا من التنمية البشرية والكلام ده وكتبهم كلها كلها نسخة مترجمة من كتب ناس وما قالوش الفضل في صاحب الكتاب الاولان عليهم المهم المرحلة دي مرحلة ان احنا نخلق منظومة الدعم بتاعتنا الواجب هدعمل ايه بقى اول حاجة نبتدي بالاشياء نجيب حوالينا وفي محطنا كل الاشياء اللي هتساعدنا على ان احنا نبتكر انفسنا مرة تانية نعيد صناعة انفسنا مرة تانية كاشياء كجمد هنحدد كده والله انا محتاجة كذا وكذا وكذا انا محتاجة كذا وكذا وكذا وده يشمل لو في لابتوب او سيل فون ايه البرامج اللي الشخص محتاجها عشان يؤيد ابتكار نفسه الحاجة التانية الافكار خلاص تخلصنا من الافكار السلبية ايه بقى الافكار الجديدة الافكار الحلوة الافكار الايجابية الافكار الداعمة اللي ممكن احطها بحيث ان انا اعتمد عليها واركز عليها وكل شوية اجيبها كده تاني على بالي واقول اه لا دي فكرة ساعدتني ان انا اطرد الخوف ده كذا 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 الحاجة التالتة الاشخاص مين الناس اللي انا محتاج احيط نفسي بيهم عشان يقدمولي الدعم اللي انا محتاجه لو انت في البزنس بزنسمان مين الناس اللي انا محتاج اضمهم لفريق العمل بتاعي عشان يساعدوني في اعادة الابتكار والمرحلة الجديدة اه لو انت ساعدت قاعدة في البيت يا ترى مين الاصحاب الحلوين اللي ممكن يساعدوك في المرحلة الجديدة اللي انت دخل عليها اللي ممكن يقدمولك الدعم اللي انت محتاجه الدعم النفسي الدعم المعنوي الدعم بالعلم بالحكمة كل ده هنعمله في المرحلة دي ونبتدي بقى اذا كانوا اشخاص نقرب منهم ونوطد علاقتنا بيهم ونعمل بروتوكول للتعامل بيننا وبينهم اذا كانت افكار اركز على هذه الافكار الجميلة الجديدة الحلوة الداعمة اذا كانت اشياء اشوفها جبها ازاي ولما جبها احافظ عليها عشان ما انا هحتاجها ما هتفضل في السيستم بتاعي هو دي هي دي المرحلة مرحلة تخليق منظومة الدعم والحفاظ عليها يا ريت تمشوا معايا خطوة خطوة وشوفوا عملتوا ايه وهتعملوا ايه وللمرة الخمسمية بعد الالف لو احتاجتوا اي دعم اعتبروني من منظومة الدعم بتاعتكم اعتبروني من المعلمين الافتراضيين اللي في حياتكم لا تترددوا ان انتوا تبعتوني اي سؤال سواء في البزنس سواء في العمل سواء في البيت انا ممكن اجاوب على حاجات كتير قوي ومش حبخل عليكم بالكلام الكويس وبالنصيحة اشتركوا في القناة